وجه طيران الحربي العراقي ضربتين في قضاءة الطرمية والتجيش شمالي بغداد في إطار عملية أمنية ما هي مؤشرات استهداف هذه المناطق سيد الشريفي بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة هذه تؤكد المخاوف التي طالما تحدثنا عنها أن هناك خلايا تتسم بالمرونة في استثمار الجغرافية العسكرية لا سيما لحزام بغداد في التسلل وبالتالي تخلق حالة الطراب ويستعصي فيها الحال عبر الجهد البري لأنه لا يحقق الجهد البري عنصر مباغته فضلا عن أن العمليات الجوية تلتزم بقواعد الاشتباك في محدودية الضربات ودقتها ولذلك جرت المعالجة عبر القوة الجوية العراقية ولكن في هذا الحديث لابد أن نشير وأن أؤكد على حقيقة مؤدها أنه ما من ضربة جوية توفق في أداء مهمتها إلا وتكون معتمدة على معلومات استخبارية دقيقة جدا ونطلق عليها بالسترايك بالإلتلجلز المعلومة الاستخبارية التي تؤدي لنجاح الضربة الجوية هذه بالحقيقة معظم المعلومات التي تصلنا الآن عبر التحالف الدولي طيب سيد شريفي منذ قليل أدعنا خبر استهداف الصفارة الأمريكية بصواريخ قراءتك سيد شريفي فيما تعلق بتوقيت هذا الاستهداف بالحقيقة هذا الاستهداف سيفتح الأبواب لمسألة غايف الخطورة أنه انطلاقا من مبدأ حق الدفاع عن النفس ستتوسع الولايات المتحدة من قدراتها الدفاعية في العراق يعني إذا كنا نتحدث عن بطاريات السيرام فهناك يعني الكايوري 2 اللي هو انترستبتر منظومة صواريخ عززت فيها قاعدة عين الأسد فلا توجد بالحقيقة موانع في أن تعزز الولايات المتحدة بمنظومات الكايوري 2 اللي هي انترستبتر أي دفاع جوي أن تعزز السفارة الأمريكية وهذه بالحقيقة إسقاط لمسألة مهمة جدا أنه بهذه العمليات المحدودة وغير ذات جدوى تجعل الولايات المتحدة تفرض سيطرتها على السيادة الجوية سيد شريف نفهم من حضراتك أنه ربما سيتم الإخلال ربما بالتفاهمات تفاهمات الانسحاب انسحاب القوات الأمريكية من العراق هل يمكن ذلك؟ هو بالأساس في الحقيقة كانت التفاهمات وصلت إلى الإعلام شيء وكانت التفاهمات شيء آخر الانسحاب الأمريكي كان عبارة عن ترشيق اليوم حتى الترشيق على مستوى الجهد التقني في العمليات الدفاعية سيكون بمنسوبة أعلى يعني كلنا نتحدث عن البطاريات السيرة الآن نتحدث عن منظومة صباريخ الكايوري 2 التي هي بالحقيقة منظومة صاروخية معنى ذلك أن نستبدل البطاريوت بهذه المنظومة وهي منظومة مخصصة لمعالجة الدرونات والصباريخ البالسطية المحدودة المدى فإذا نحن بالحقيقة هناك من يفتح الفرصة للولايات المتحدة في تعزيز قدراتها انطلاقا من مبدأ حق الدفاع على النفس وهذه القضية لا يستطيع لا صانع القرار السياسي في العراق أن يردعها على اعتبار هو حق مكتسب بموجب القانون الدولي طيب سيد الشريفي في ذات السياق ألمانيا اليوم تمدد مهام جيشها بالعراق الانسحاب المتحدث عنه سابقا ألم يكن قتاليا كما تم الإعلان عنه؟ نعم بالحقيقة كان قتاليا ولكن هذا لا ينفي وجود قوات وعن عدت هذه القوات للتدريب وللإشراف وللإسناد ولكنها من حيث التقييم هي قوات بروفيشنال والقوات المتخصصة أو البروفيشنال في الجيوش الذكية هي قوات قتالية ولكنها بأبعاد لوجستية يعني دعم لوجستية لأنه هو أساس المفهوم الحرب الحديثة يقوم على الجهد التقني أصالتهم وعلى الجهد التعبوي كرديف لهذه العمليات طيب سيد الشريفي هل تتوقع؟ ربما هجمات أخرى واستهدافات أخرى غير هذه المناطق نعم بالحقيقة مع الانتكاس السياسية والتصعيد والخلافات العميقة بين الفرقاء السياسيين وبالتحديد الفصائل قد تلجأ إلى استخدام عمليات ولذلك نحن نتحدث عن تعزيز القدرات يعني بالمقابل هناك توقع وهناك سبق نظر من قبل الولايات المتحدة لارتفاع من سوب العمليات في المرحلة القادمة فكان رد الفعل هو عدم الاكتفاء ببطاريات السيرام التي هي بحيث تقييم بطاريات مدفعية والمجيء بمنظومة الصباريخ الكايوريتول اللي هي بالحقيقة ليست هينة صباريخ تجمع بين بطاريات السيرام وبين الباتريوت نعم الخبير الأمني أحمد الشريفي شكرا جزيلا لك